السلام عليكم الاخوان. كنرحب بكم من جديد. اليوم ان شاء الله سنتعرفوا كيف نفك نسخة الاحتياطية عبر الهاتف دي لينك دي اس ال جي اربا ويشين اثنين وخمسين جي او. هادر وطر هادم توفر في الزاف ديال الدول العربية. وشوني بزاف ديال الاسئلة ما عرفوش او ما تمكنوش كيفاش يفكوا النسخة الاحتياطية عبر الهاتف او ما تتقرأت لهمش في في التطبيق. هذا الشيء كامل سنتعرفوا عليه في الحلقة اليوماء يعني مئات ديال الرسائل ومئات ديال اسئلة متكررة. سنحاول ما امكان جواب على كل اسئلة متكررة في كل حلقة. باش ما يبقىوش ديال اسئلة متكررة عم بزاف ديال الناس. وانتي مهتم موادع ديالناك ارحب بك على قناة سببك بروتراتور. وبقوا معنا الى النهاية. غادي مشيوا الاخوان ديالنا مباشرة سطح المكتب. نشوفوا النظام اللي غادي نخدمو به ان شاء الله. ها الانظيمة اللي غادي نخدمو به ان شاء الله. هنا كما كنشوفوا الاخوان ديالنا عندنا اه واحد محاكي. نظام اندرويد. ونفس التطبيقات اللي غادي نستخدمو في الهاتف ديالكم عادية تستخدموه هنا يا. اول شي غادي ندخلو جوجل كروم. غادي ندخل مية وطنينة وتسعين نقطة اه مية وطنينة وتسعين نقطة مية وستين نقطة واحد نقطة واحد. وغادي تخلص صفحة ديالروتر. الصفحة ديالروتر اه نسخة الهاتف او نسخة اندرويد. هنا كما تلاحظوا الاخوان دينا. باش يطلعنا او لا انوي. كان مشي متلازل من قيسة هنا الاخوان دينا. كان نكليكي على ديسك توب سايت او نسخة الحاسوب. على الحاسوب اللوان. كان نكليكي عليها كتب دلع كتب دللينا الانترفاس اللي كان دخل بها الروتر. هنا عنا ادمين. وعنا يوزير و انوي. كلها باش كي يدخل. بحال بحال. كان يدخل بانوي. اه المددبس. اللي اخلي لكم في الوصل اللي هو ارو بايت دي لين و احد جوش لاتة. وكان يدخل بالأدمين والمددبس هو نيسو. يعني وكان عنده الادمين اه مددبس ديرهم بالدل. يعني كان نسخ بزاف او اه تحديثات بزاف اللي ادرتها الشركة. فلن يدخل الواحدة باش يدخل. ولكن كان الناس اللي يدخل بيوزير وعن كلهم يتقي حملوا النسخة الاحتياطية ديرهم. انا هدي ندخل بالأدمين. وانت هدي تبدأ الشرح ان شاء الله اللي. اللي ان شاء الله هدي نحط لكم انا. تبقى من نفس المددبس عندي تقريبا. نعود ان كتبوا. دي لنا. نسجل للدخول لهذه الشكل كيف ما تلاحظو. هدا هو الواجهة السطح المكتب. باش نسجل باش نحملوا النسخة الاحتياطية في هذه الصفحة. سهلة. سهلة اخوان دينا. غادي نمشيوا الان مانا جومو هاي فين ايه. نحاول ان نزوموا. هاي مانا جومو. غادي نمشيوا سيستم سيتينج. وغادي نمشيوا صعب. هاي كما كنت لاحظو ديها الملو صعب. هانا هي غادي تتحمل لنا النسخة الاحتياطية. مسلا بغيت نعملها اوبين. كما كتلاحظو اه تتحملت النسخة الاحتياطية لان كليكي عليها وشي نفتحها كما كيقول لي انا ميمكن لكي تتفتح هاد الميلف هذا. كما كتلاحظو غادي نمشي مكان ديها التحميلات لنخرج من رأس ديها الروتور. غادي نمشي المكان ديها فيها نحمله التطبيقات. هنا يا الفايل. غادي نشوفو نفتحوها. كما كتلاحظو كاتيني ميمكن ليش نفتحها. حتى انني مثالي لو كنت نكسر اي ميلف اه من التطبيقات ما غاديشي بغيت تتفتح او بغيت تتقرأ. هنا شنين غادي نمشي. غادي مشي نصطللي نصبات بلاس 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 بلاس. رابط ديها التحميل هذا. ده هادا النسخة دي هادا نخدم بها نخليها يكون في الوصف. غادي نفتحو تتبيق دينا بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظو تتفتح معنا التطبيق. غادي ندغطو على اوبين او او اي فايل. غادي طلع علينا اه مكان اللي غادي نحملوه فيه النسخة اللي ديجا محمل نسخة الاستياتية يا ماشي ندولان. كما كتلاحظو نفتحوها النسخة الاستيات تفتح لنا بالتشكل هذا. مالك تفتح لنا الاخوان النسخة الاستياتية يا. باش نقلبوا للأضمين واللوغين دينا ولا اي معلومات كان مشيوك لسان القيطات. ونكسبوه هنا يا يوزرنام. نكسبو يوزرنام الاخواني نا. نكسبوه. كما كتلاحظو يوزرنام. اطلع تست الفين وتس الفين وتس الفين وتس واللوغين اللي يخدم به هنا. من بعدك نقلب من نكست. اجبر يوزرنام اللي عدير انت كامك يبقى يطلع لك بالأضمين باي شيء. انت اه فقط كده كينا نكست ستتنى تكي طلع لك الوزرنام دير و باسورد دياله الادمين دياله. الادمين اللي. عدية. حسا الكود اللي فيك يطلع. كشي كي يطلع هنا وكتلق حتى ولكن تسجيل و تركي الناس حسا يطلع. الامور دياله كاملة. ويمكن لك الكوبية ويكو كيف مضحي الموضو بس دياله. ويمكن لك تشعر هذه الموضو بس هده تشعر هنا من هنا. وتكتب الله انت بتغيثه. وتسجيل وترفع النسخة الاستياتية آآ اه ديرين فيديو. كيفاش تخدمت شي كامل تحية لكم كانت من تكون تستفدتم موضوع دينا لو استفدتم المبسيطة لا تنسوا الشرق على قناتنا لكي نعطيكم دائما ما ينفعكم تحية لكم